ازايوك يا شباب؟ مكملين مع بعض سلسلة الفيديوهات اللي بنحلي فيها كتاب الشامل المراجع النهائية وان شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض الاختبار رقم 14 وهو اختبار شامل على الفصل الثاني السؤال الاول بيقول من الشكل المقابل اوجد مقدار واتجاة طيار النار بالحلقة لتكون محصلة كسافة الفيد المغناطيسي عند مركز الحلقة بيسوي 0 علما بأن شدة طيار السلك المستقيم بيسوي 10 امبير دلوقتي هو عاوز محصلة كسافة الفيد المغناطيسي عند مركز الحلقة ده بيسوي 0 طبعا مركز الحلقة بيتأثر بمجالين مجال معناطيسي ناشئ عن مرور طيار كهربي في السلك المستقيم ومجال معناطيسي ناشئ عن مرور طيار كهربي في الحلقة الدائرية وهنا قال ليه ان شدة طيار السلك المستقيم بيسوي 10 امبير طيب عشان دي تبقى نقطة تعادل يبقى لازم كسافة الفيد المغناطيسي اللي جاي من السلك بتسوي كسافة الفضل مناطيس النشأ عن مرور طيار كهرابي في الحلقة يبقى احنا نكتب قانون السلك وقانون الحلقة كسافة الفضل مناطيس اللي جاية من السلك هتبقى عبارة عن ميو i على 2 باي d وكسافة الفضل اللي جاية من الحلقة هيبقى عبارة عن ميو n i على 2R طيب دلوقتي مبدايا الاتنين في نفس الوسط يبقى ميو راحت مع ميو i اللي مار في السلك هنا بيقولي عبارة عن عشرة أمبير يبقى اشيل الاي وحط عبارة عن عشرة بعد كده تحت عندنا اتنين باي ادي اتنين باي دي المسافة العمودية ما بين السلك ومركز الحلقة طبعا المسافة من مركز الحلقة لغاية السلك هيبقى عبارة عن ار زائد ار على اتنين يعني ار زائد نص ار يبقى المفروض واحد ونص ار اسمول بيساوي ان عدد لفات الملف الدائري طبعا هنا ده حلقة يبقى عدد اللفات بيساوي واحد شدة الطيار احنا عاوزين نحسبه يبقى اي على اتنين ار طبعا ار سمول تروح مع ار سمول لو انت بسيت قلت حاصل درب الطرفين بيساوي حاصل درب الوسطين هتعرف تطلع منها كيمة شدة الطيار حيطلع عندك شدة الطيار بيساوي اتنين واثناشر من مية امبير يبقى احنا كده حددنا مقدار الطيار الكهرابي المار في الحلقة طبعا عشان نحدد الاتجاه اول حاجة نحدد اتجاه خطوط الفيدل مع نطيس النشاعة عن مرور طيار الكهرابي في السلك المستقيم لو طبعنا قعدة امبير اليد اليمنى نقبض على السلك ونخلي الابهام بيشير في الاتجاه ده هنلاقي التفاف باي الاصابع عند النقطة دي بيشير الى خارج الصفحة يعني نقدر نعملها نقطة طيب عشان يبقى مركز الحلقة نقطة تعادل يبقى لازم خطوط الفيدل مع نطيس النشاعة عن مرور طيار الكهرابي في الحلقة تبقى في عكس اتجاه المجال المغناطيس النشاعة عن السلك يبقى عاوزين خطوط الفيدل النشاعة عن الحلقة تبقى اكسات يعني لداخل الصفحة لو طبعنا قعدة امبير نخلي الابهام بيشير لداخل الصفحة هنلاقي ان التفاف اصابع ايدينا مع اتجاه حركة عقارب الساعة يعني في الاتجاه ده يبقى احنا كده حددنا المقدار والاتجاه يبقى المقدار اتنين واثنشر من مية امبير مع اتجاه حركة عقارب الساعة السؤال اللي بعده بيقول سلاس اسلاك شكلت كما بالشكل حيث نصف قطر الدائرة الكبيرة تلاتة R فين الدائرة الكبيرة اهو دي الدائرة الكبيرة اهي في التلات اشكال ونصف قطر الدائرة الاصغر منها 2R فين الاصغر منها مباشرة اللي هي دي خلي بالك بعد كده ونصف قطر الدائرة الصغيرة جدا فين الدائرة الصغيرة جدا طبعا دي ودي ودي نصف قطرها R small اذا كانت الدوائر يمر بها نفس الطيار اوجد كسافة الفيض المعناطيسي في مركز كل منها بمعلومية المفروض طبعا بمعلومية I والR والم طيب دلوقتي مبداية نمسكهم شكل شكل ولنفرض اتجاه الطيار الكهرابي في اي اتجاه ولنفرض ان اتجاه الطيار الكهرابي هيتحرك في الاتجاه ده يبقى هيمر عندي في الحلقة كده وبعد كده يمر كده وبعد كده ييجي في الحلقة دي يمر في الاتجاه ده ويرجع يلف كده تاني طب بالنسبة للشكل ده لو قولنا اتجاه الطيار الكهرابي كده يبقى هيمشي في الحلقة الصغيرة كده وبعد كده ييجي هنا وبعد كده يمر في الحلقة الكبيرة في الاتجاه ده. طيب بالنسبة للشكل ده لو قلنا الطيار الكهرابي كده يبقى برضو هينزل لتحت. بعد كده يطلع لفوق. بعد كده يمر في الحلقة الصغيرة. بعد كده يطلع كده. بعد كده ييجي يتحرك في الاتجاه ده. يبقى احنا كده حددنا اتجاه الطيار الكهرابي. طيب عشان اجيب محصلة كسافة الفيد المانطيسي عند المركز المشترك. لازم اسأل نفسي. هو المركز ده بيتأثر بكسافات فيد جاية من فين? طبعا بالنسبة للشكل ايه? هتبقى كسافة الفيد نشأة عن مرور تيار كهربي في الحلقة الصغيرة والحلقة الكبيرة. طيب عاوزنا عرف هنجمع كسافتين الفيد ولا نترحم. لو طبقنا قعدة امبير اليد اليومنا نقبط على الملف نخلي جميع الاصابع في عكس اتجاه حركة عقار بالساعة هنلاقي ان لبهان بيشير لخالج الصفحة. طيب لو جينا نطبق هنا برضو بنفس الطريقة هنلاقي ان لبهان بيشير لخالج الصفحة. يبقى كده كسافتين الفيد هنا هيتجمعه مع بعض. طيب احنا هنقول من حصلة كسافة الفيد المعناطيسي عند المركز. حيساوي. تعال بقى نشوف كسافة الفيد المعناطيسي الناشئة عن مرور طيار كهربي في الحلقة الصغيرة دي. طبعا دي المفروض هنطبق فيها قانون الملف الدائري اللي هو ميو ان اي على اتنين ار. ادي ميو. طب ان هنا عدد اللفات ادي ده نص حلقة يبقى بنص. شدة الطيار احنا هنفرضه باي على اتنين ار. لان طبعا هنا نصف كتر الحلقة الصغيرة هو قال لنا انها ار اسمول. زايت كسافة الفيد المعناطيسي الناشئة عن مرور طيار كهربي في نص الحلقة الكبيرة. بنفس الطريقة ميو ان اي على اتنين ار. ادي ميو. ان ده نص حلقة يبقى بنص. شدة الطيار نفس شدة الطيار اي. على اتنين. بس خلي بالك نص كتر الحلقة الكبيرة دي. عبارة عن تلاتة ار اسمول. يبقى اضربه في تلاتة ار اسمول. طبعا لو جمعنا المقدرين دول على تلاتة ار. يبقى دي محصلة كسافة الفيد المعناطيسي. عند المركز المشترك. في الشكل اي وهو عاوزها بمعلومات الميو والاي والار اسمول. طيب بالنسبة للشكل بي بنفس الطريقة. دلوقتي المركز المشترك هيتأثر بكسافتين فيد. كسافة فيد جاية من الحلقة الصغيرة وكسافة فيد جاية من الحلقة الكبيرة. برضه عاوزنا نعرف هالحاج مع كسافتين الفيد ولا اترحهم. لو ضبقنا قاعدة امبير ليد اليومنا بالنسبة للحلقة الصغيرة دي. هنلاقي ان اتجاه لبهان بيشير لداخل الصفحة. لو طبقنا قاعدة امبير ليد اليومنا بالنسبة للحلقة الكبيرة لو قبضنا على الحلقة هنلاقي لبهان بيشير لخارج الصفحة. يبقى احنا كده هنطرح كسافتين الفيد من بعض. يبقى كده بالمحصلة هتساوي طرح الاتنين من بعض. طبعا ملف الصغير هيعمل كسافة فيد اعلى لانه بيمر فيه نفس شدة الطيار فهو هيبقى اقرب من النقطة. يبقى هو هيبقى كسافت الفيد مع ناطيس الناشئ عن مرور طيار الكهرابي في الحلقة الصغيرة. ناقص كسافت الفيد الناشئ عن مرور طيار الكهرابي في نص الحلقة الكبيرة. بنفس الطريقة هنا على اتنين ار نفس اللي عوضنا بيها فوق بالزبط. ناقص برضو الحلقة الكبيرة على اتنين برضو العبارة عن تلاتة ار سمول. يبقى هم هم اللي فوق بس هنا بنترحهم من بعد. لو راحناهم مبعد هيساوي ميو اي على ستة ارس مول كده يبقى احنا جبنا برضه محصلة كسافة الفيد المعناطيسي بالنسبة للشكل بي. طب بالنسبة للشكل سي المركز المشترك ده هيتأثر بتلت كسافات فيد. كسافة فيد نشأ عن مرور طيار كهرابي في الجزء ده من الحلقة دي. وبعد كده ما جال معناطيسي نشأ عن مرور طيار كهرابي في جزء الحلقة دي. وبعد نعرف بقى اتجاهاتهم هيتجمعوا ولا يضطرحوا. لو ضبقنا قاعدة امبير لها ده اليمنى بالنسبة للجزء ده من الملف. هنخلي الاصابع بتشير لاتجاه الطيار هنلاقي ان الابهام بيشير لخارج الصفحة. طب بالنسبة للحلقة الصغيرة دي او جزء الحلقة الصغيرة دي برضو هتلاقي ان الابهام بيشير لخارج الصفحة. طب لو ضبقنا بالنسبة لنص الحلقة اللي فوق قبضنا عليها. هنلاقي ان الابهام بيشير لخارج الصفحة. يبقى كده تلات كسافات فضحة الجمعة مع بعض. يبقى كده عندنا حيساوي. بالنسبة للحلقة دي اللي موجودة عندنا هنا. هنطبق ميو ان اي على اتنين ار. طبعا ادي ميوم. ان هنا عدد لفات اديه خلي بالك ده نص حلقة. ده ربع حلقة. يبقى كده هنطبق ربع ادي ربع. شدة الطيار اسمها اي على اي على اتنين في نصف القطر. نصف قطر الحلقة دي المتوسطة. عبارة عن اتنين ار سمول. يبقى هو ضربناها في اتنين ار سمول. زايد كسافت الفضل مع نطيس الناشئ عن مرور طيار الكهرابي في الجزء ده من الحلقة الصغيرة. بنفس الطريقة ميو ان اي على اتنين ار. ادي ميوم. ان خلي بالك ده برضو ربع حلقة. يبقى ربع. اي على اتنين ار لان نصف قطر الحلقة الصغيرة ار سمول. زايد كسافت الفضل مع نطيس الناشئ عن مرور طهر كهرباء في نص الحلقة الكبيرة يبقى كده ميو مضروبة في نص مش ربعة خلي بالك في اي على اتنين مضروبة في ثلاثة ار سمول لانه نصف كتر الحلقة الكبيرة عبارة عن ثلاثة ار سمول لو جبعنا التلات مقادير دول على بعض هيساوي عندنا ميو اي على اتناشر ار وبكده احنا جبنا محصلة كسافة الفضل معناطيسي عند المركز المشترك في الشكل سي السؤال اللي بعده بيقول في الشكل المقابل اوجد محصلة كسافة الفضل معناطيسي عند النقطة بي علما بان اي سمول بيساوي تمانية سنتي واي بيساوي عشرة امبير طيب دلوقتي النقطة دي موجودة عندنا عاوزين اعرف النقطة دي هتأثر بكسافات فضل جاية من فين طبعا النقطة دي هتأثر بكسافة فضل نشأ عن مرور طيار كهرابي في السلك ده والسلك ده والسلك ده والسلك ده دول كلهم هيأثروا على النقطة طب عاوزين نعرف بقى حاج مع كسافات الفضل اطرحهم نحدد في البداية اتجاه الطيارات هنا بيقول ان اتجاه الطيار في السلك ده من اعلى الاسفل يبقى هو كده طبعا هيجي هنا يلف في الاتجاه ده بعد كده ييجي هنا يطلع من الاسفل لاعلى بعد كده يلف في الاتجاه شدة اي الاصابع عند النقطة بي بيشير لداخل الصفحة. حلو خالص. يبقى هنا السلك ده هيعمل عندي اكسات. طيب السلك ده اقبط على السلك. وخلي الابهام بيشير لاسفل. هلقى التفاف الاصابع بيشير برضو عند النقطة دي لداخل الصفحة. هيعمل لي اكسات. طيب السلك ده لو طبقنا برضو خلي الابهام بيشير في الاتجاه الطيار. هتلاقي ان التفاف الاصابع عند النقطة بي بيشير لداخل الصفحة يعني اكسات. بالنسبة للسلك ده لو طبقت وخليت الإبهام بيشير لأعلى هتلاقي ان التفاف بقى الأصابع بيشير عند النقطة B للداخل يعني إكساتي بقى كده كسافات الفيد كلهم حيتجمعوا مع بعض طيب كسافة الفيد المناطيس الناشئ عن مرور تارك عربي في السلك بنحسبها من القانون اللي بيقول Mu I على 2 باي دي لكن في واحد يلمح حاجة بسيطة يقول دلوقتي بعد النقطة B عن السلك ده هو L A على 4 وبعد النقطة B عن السلك ده L إنها A على 4 والاتنين بيمر فيهم نفس شدة الطيار يبقى الاتنين هيعملوا لنفس كسافة الفيد يبقى أنا لو حسبتها الواحد بس ممكن أضربها في اتنين يبقى كده خلصنا السلكين دول طيب النقطة B بتبعد عن السلك ده المسافة المتبقية اللي هي هتبقى عبارة عن هنا قال لي إن A سمول بيساوي 8 سنتي يعني المسافة دي كلها 8 سنتي هنطرح منها 8 على 4 يعني 2 يفضل عندي هنا 6 سنتي وطبعا النقطة B برضو تبعد عن السلك ده 6 سنتي بنفس الطريقة يبقى كده برضو ممكن أجيب كسافة الفيد الناشئ عن نورة الكهربي لسلك واحد وأضربه في اتنين وأجمع المقدارين دول على بعض لو عملنا كده يبقى محصلة كسافة الفيد المعناطيس اللي هي البي عند النقطة B بتساوي طبعا أو ضربناها في اتنين المقدار خلي بالك ميو اي على اتنين باي دي طيب دي البعد العمودي ما بين النقطة والسلك في الحالة الاولى البعد العمودي ده هيبقى عبارة عن اي على اربعة يعني تمانية على اربعة باتنين اهو تنين بس مضروب في عشرة قصة نقص اتنين ده بالسانتي بعد كده زائد اتنين مضروبة في ميو اي على اتنين باي البعد العمودي ما بين النقطة بي والسلك ده هيبقى عبارة عن تمانية ناقص اتنين تطلع بستة مضروبة في عشرة قص ناقص اتنين طيب لو جمعنا المجدارين دول على بعض هيطلع بيساوي اتنين ميو اي على تلاتة باي مضروبة في عشرة قص ناقص اتنين طبعا الاي عندنا هنا بعشرة امبير الميو عبارة عن اربعة باي في عشرة قص ناقص سبعة اللي هو معامل النفذية المغناطسية للهواء لو حسبنا المقدار ده هيطلع بيساوي عندنا اتنين وسبعة وستين من مية فعشرة قصناقس أربعة طبعا بواحدة التسلا طبعا الامتحان مفوش غير التلات أسئلة دول التلات أسئلة أفكارهم يعني مرت علينا قبل كده وأتمنى أن أنا أكون عرفت أفدكم بحاجة في الفيديو ده وانتظروني في فيديوهات تانية إن شاء الله